كريم، تفضل يا كريم قل لي آخر الأجواء عندك وطلعها الجيش أخبارها ايه برحب أبيك يا كابتن أيمن كل التحية ليك يا كابتن أيمن وكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي بالتأكيد طبعاً يعني كل مرة بنقول تحدي جديد لفريق النادي الآلي الآلي وطلعها الجيش على استاد الآلي والسلام ما يمكن لو بتكلم أكيد على طلعها الجيش كابتن عبد الحميد باسيوني المدير الفني عنده طموح كبير أكيد وانت عارف يا كابتن أيمن الفريق اللي بيواجه النادي الآلي هي مباراة بطولة بعيدا على الترتيب وبعيدا عن اسم الفريق اللي يكون في جده للدورة هي مباراة بطولة فاللعيبة أكيد بتبزي المجهود كبير لكن منتظرين المردود الكبير جدا من العيبة النادي الآلي النهاردة فيها المستطيل الأخدر تكون بداية جديدة الإصرار والجدية إن شاء الله تباني النهاردة في هذه المباراة وبشخصية النادي الآلي نقدر نحسن هذه المباراة لو بكلمك على آخر أخبار فريق طلع الجيش واستعداده لهذه المباراة تم اختيار 18 لاعب في قائمة مباراة اليوم بالنسبة لكابتن عبد الحميد بسيوني لكن يمكن عندهم عناصر رجعة من غيابات يعني هم يمكن في بطولة للدورة العام واحد واحد سموحة ويمكن مباراة الكاس القناة 3 واحد فازوا على فريق القناة لكن كان غايب عمر جمال وناصر منسي وعمر استيسي بيعودوا النهاردة لقائمة الفريق عنده كمان غيابات عديدة في الصفوف الفريق كابتن عبد الحميد بسيوني خالد سطوحي ومحمد جمال وعلي الزهدي وحسام ابونا وحسن مجدي وبسولوس بوازيز ومحمد شحاتة لكن أكيد الاستعداده كان جيد لهذه المباراة للفريقين وصلوا كالعادة في نفس المعادة قبل المباراة بساعة ونصف كل الأمور يا كابتن أيمن مشى بشكل طيب بالنسبة لستاذ السلام للتنظيم كل الأمور دي انت عارف هي تنظيم مباراة النادي الآلي فما بقاش فيه أي أمور بتعاوك الفريقين وأيضا كمان وسائل إعلام المتواجد اللي بتقني لهذه المباراة لكن في النهاية أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الآلي نهاردة في هذه المباراة والأهم من كده كابتن أيمن أخذ من كلامك هو جمهور النادي الآلي اللي لابد يكون له أدور كبير جدا خلال المرحلة اللي جاية السند الكبير والدعم الحقيقي لفريق النادي الآلي واللي بيساعده على تجاوز أي عقبة بتقابل النادي الآلي هو جمهور النادي الآلي فإن شاء الله النهاردة تكون مباراة جيدة طليق باسم النادي الآلي أداء ونتيجة إن شاء الله كابتن أيمن كم ونصيب النادي الآلي بإذن الله كريم وكل التوفيق لنادي الآلي وألف شكر لزمالنا العزاء فاروق صلاح وكريم أحمد من ملعب المباراة